اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وفي مصر تسمى الرجلة وفي دول الخليج تسمى البقلة المباركة البقلة المباركة وموطنها الاصلي في دول اوروبا ودول اسيا وتنبت حاليا في الصين واستراليا وتنبت على مجر الاودية وحواف القنوات والطرقات تحتوي بالذور الرجلة على الكريويدات والفلوفونيدات والكومارينات وتحتوي ايضا على حمض الهيدروسيانيك وبها زيت ثابت وتعد غنية بالكالسيوم والحديد والعديد من الفيتامينات مثل فيتامين اي وفيتامين بي وفيتامين سي والبوتاسيوم وكبريتات البوتاسيوم الفوايضة الصحية لبذور الرجلة تناول مغلي بالذور الرجلة او تسف سفة ذلك مفيد للكلة وشرب مغلية يدر البول وعلاج المشاكل المثانة وعلاج لمشاكل المثانة تساعد بالذور الرجلة في سريان وسيولة الدم تعتبر بالذور الرجلة مطهرة ومعقمة للمعدة بشكل عام عند شرب مغلي بالذور الرجلة تساعد في علاج الاسهال تناول مغلي بالذور الرجلة تعين على العطش تساعد في حبس نزيف الدم عند النساء الحوض تقوم بطرد الدهون تقوم بطرد الدهون السامة من الجسم بحيث تساعد على التنحيف تعتبر بالذور الرجلة من المضادات الفطريات والبكترية والفيروسات مفيدة في علاج تصلب الشرايين من خلال قدرتها على تذويب الدهون الأشخاص المصابون بالثالول يتم حك الثالول بها فإنها تكون باقتلعه فائلة بالذور الرجلة في التخصيص هناك طرق للتخصيص باستخدام بذور الرجلة الطريقة الأولى تقوم بحضر ملعقة صغيرة من بذور الرجلة وتأخذ قبل الغداء ملعقة وملعقة قبل العشاء بنصف ساعة مع القليل من الماء حيث تأخذ عن طريق السف الطريقة الثانية تحضر القليل من نبات الشمر ويخلط مع بذور الرجلة ونبات الكبلي بنفس الكمية وتضيف إليها البردقوش تقوم بأخذ ملعقة من الخليط قبل الغداء بربع ساعة وملعقة قبل العشاء بربع ساعة مع القليل من الماء يشرب بعدها فذلك يعمل على تحفيز مراكز الشبع في المخ والله أعلى وأعلم أتمنى لكم الصحة والعافية لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل رمز الجرس ليصلكم كل مفيد جديد إن شاء الله